شارك سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية واندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية في عمال الدورة الرابعة والخمسين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والتي بدأت اليوم بمقر الأمالة العامة وذلك للتحضير لعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي ستعقد عن بعد يوم الأربعاء المقبل أكد سعدته أن الاجتماع ناقش إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها تضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك إضافة إلى التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية